كرام وصوح الخير مشاهدينا نال السورية عمر السومة لعب الأهلي جائزة أفضل لعب في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترمين فيما حقق بيدفا مدرب القادسية جائزة أفضل مدرب وذهبت جائزة أفضل جمهور لجماهير الاتحاد وتمكن السومة من تسجيل ثلاثة أهداف في المواجهة التي خسيرها فريقه من الهلال 4-3 فيما استطاع بيدفا من الفوز على التعاون 3-1 وأخيرا استحقت جماهير الاتحاد جائزة الجمهور المثالي بعد الحضور الملفت بمواجهة فريقها أمام النصر وخصص مصد الملاعب بفيديو حصري تحدث فيه عن نيله جائزة الأفضل في الجولة نتابع نحياتي يا بكرم بس حابة تشكر رابطة دوري المحترفين لكرة القدم على اختياري أفضل لعب بالجولة اللي راحت وإن شاء الله بإذن الله هذا الشيء ينطيني دافع كبير أن يقدم أفضل ونسعد جماهيرنا بالمباريات القادمة يعطيكم العافية وكان السومة قد غادر معسكر المنتخب السوري للانضمام إلى تحضيرات فريقه من أجل خوض المباراة المقبلة في الدوري أمام الوحدة يوم الجمعة وقال الاتحاد السوري أن المنتخب أجرى حصة تدريبية صباحية على استاد زايد الكريكت في أبوظبي ولمشارك عمر السومة ويوسف قلفة ومحمود اليوسف لتواجدهم مع أندياتهم من أجل خوض غمار الجولة المقبلة في الدوري السعودي وأسنتعب في حلقتنا حديث خاص السومة عن سبب مغادرته المعسكر وعن رسالته للجماهير السورية هذا ويواصل المنتخب السعودي تحضيراته لليوم الثالث على التوالي في معسكره بمدينة دبي فيما يستمر غياب نجمه سلمان الفرج عن التدريبات الجماعية وعلى الرغم من اجتماع بيتزي مع جهاز الطبي للمنتخب والذي شدد على أن إصابة الفرج في العضلة الضامة تحتاج لفترة طويلة إلا أنه يرفض فكرة استبعاده من جهته أكد عبدالعطيف على جهزية اللاعبين لتطبيق تعليمات المدرب وتحقيق المطلوب منهم في البطولة القرية نحن الآن في نصف موسم باقي الموسم نحو خمسة شهور في هذا القبيل وأيضا المنتخبات كان فيه معسكرات سابقا أيضا لعبنا مبارات كدية كثيرة والآن نحن في المرحلة الأخيرة الحمد لله فيه تجانس فيه انسجام بإذن الله هذا نعكس داخل الملعب بإذن الله المنتخب فيه مزيد فيه من اللعيب الخبرة واللعيب الشبان الجميع إن شاء الله هذا الأعتقد شيء ينعكس على الفريق يعني اللعيب الخبرة سيقدمون النصائح والأشياء الأفضلية لللعيب الصغار ما أعتبرهم صغار بالعكس يعني هم خلاص أنت وصلت مرحة منتخب أعتقد أنت خلاص شخص كبير عندك مسؤولية 32 مليون خلفك فأعتقد أن الجميع إن شاء الله يكون جاهز أعلن المنتخب الإماراتي استبعاد لعب النصر محمود خميس عن المنتخب بناء على تقرير إداري بسبب سوء السلوك يأتي هذا فيما أكد قائد الأبيض اسماعيل مطر أن الإنجاز الذي حققه نادي العين منح كافة اللاعبين الثقة في تحقيق المطلوب في البطولة القرية أكيد يعني أن النتائج الأخيرة التي قدمها بعد نادلين قد مباركة على المردود الذي أكثر قرائح صراحة التشريف والثغة التي زرعها فينا أنا كلاعبين أو كشارة رياضي منها ندخل هذه البطولة ونحن كنا عزيزة بالمواصلة في النجاحات على مستوى الرياضة في الإمارات أجرة اللجنة المحلية لكأس آسيا جولة تفقدية في أستاذ محمد بن زايد في أبوظبي حيث قامت بالإطمانان على آخر الاستعدادات لاستقبل الحدث القاري ويعاد أستاذ بن زايد واحد من ثمانية ملعب ستستضيف مباريات البطولة حيث يتسع لأكثر من 42 ألف متفرج وستقام عليه سبع مباريات أخيراً سحبات في دبي قراءة الدورة بالنهاية لبطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي والذي ستجي مبارياته في الثامن والتاسع من فبراير القادم أسفرت القراءة عن مواجهة قوية تجمع شباب الأهل والنصر في ديربي دبي فيما يلتقي الشرق مع الإمارات والوصل مع الفجيرة بينما يلتقي ديب الفجيرة مع الضفرة ختام إخبار اليوم مع الضفرة